طيب الفريق النهاردة اتمرن الصبح وكان فيه استينافل التدريبات بسرعة عشان فيه مباراة مع فيوتشار يوم الجمعة الجاية وكلنا عارفين خلاص مارس القولر بقالين نظام تدريب معين اليوم التالي على طول بيبقى فيه تدريب استشفائي للعيبة اللي شاركت وممكن يدي راحة سلبية فيه بعد المباراة بـ 24 ساعة على ان يستأنف التدريبات قبل المباراة القادمة بـ 48 ساعة دانكم على الشاشة يمكن دي لقاطات حصرية من مراني الفريق النهاردة صباح اليوم والحالة البدنية والفنية والمزاجية جوه الفريق الحمد لله تسهير بشكل كويس مارس القولر بيتعامل أنا بصراحة بشكل كويس جدا بيتعامل بعدالة بشكل كبير جدا الحمد لله مبارح استعادنا محمود متولي حمد فتحي كان تعرضوا لإصابات في فترة سابقة لكن الحمد لله مبارح شاركوا فيه جزء من المباراة كان جزء من التغيرات اللي أجراها مارس القولر وإطمانينا على حالته فزي ما بقولكم النهاردة يمكن دا استينافل التدريبات صباح اليوم مارس القولر عمل محاضرة فنية بالفيديو مع اللعيبة قبل انطلاق المران وفي نفس الوقت كمان كلنا مبارح شفنا مارس القولر بيتكلم على مسألة الراحلين والصفقات والكلام دا كله قال له ما أنا عمر ما اتكلمت مع أي وسيلة إعلامية فبالتالي كل اللي بيكتب في السوشيال ميديا وفي المواقع واللي بيتقال في البرامج قولر مبارح يعني كذب دا صوت وصورة عشان ما حدش يقرأ ولا يسمع كل اللي بيتقال بيرسي تاو مبارح خرج بسبب العضلة الخلفية النهاردة دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي قال ان فيه أشعة أجرية لللاعب ان شاء الله بإذن الله نطمئن على حالة تاو كل ما بيبدأ يخش في الفورمت المباريات وبيظهر بشكل كويس للأسف بيتعرض لإصابات عضلية نتمنى يا رب بإذن الله الفترة جاء كن أفضل لي بيرسي تاو أفضل صفقة لاعب أجنبي لكن الإصابات للأسف بتعطلوا في فترات مهمة جدا من مشوار الآن ترجمة نانسي قنقر